موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دقائق إخبارية أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يوم أمس عمليات هجومية ومحاولات تسلل حوثية في محيط مدينة تعز وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامير القوات المسلحة إن قوات الجيش تصدت لهجوم شنته ميليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في الدفاع الجوي شمال غرب المدينة كما أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل لمجامع حوثية مسلحة في معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق المدينة أكد اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها كراعي للهدنة الإنسانية واتخاذ خطوات رادعة بحق ميليشيا الحوثية الإرهابية بعد أن اتضح للعالم أجمع بأنها الطرف المعرق لتجديد الهدنة الإنسانية والرافض لتنفيذ بنودها والمعطن لمساء استئناف العملية السياسية بما يحقق مصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية وناقش اللواء العرادة اليوم مع أنتوني هايراد المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن مسارات الهدنة الإنسانية في ظل استمرار خروقات وتصعيد ميليشيا الحوثية الإرهابية واستهدافها للموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية الحيوية في البلاد وجه النائب العام بالجمهورية اليمنية الدكتور قاهر مصطفى النيابة العامة في محافظة مارب بالتحقيق في مضامين التقرير الحقوقي دعم الموت الشراكة في الجريمة ويوثق التقرير أدلة لتورط هيئات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة في اليمن في تقديم الدعم المالي والعيني واللوجستي لجماعة الحوثي وجهات أخرى تتبعها تحت مسميات مختلفة وكشف التقرير عن تقديم مكاتب ووكالات للأمم المتحدة مبلغ 176 مليون دولار تحت يافطة نزع الألغام والتوعية بمخاطرها قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلان بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية في مدينة الحديدة وقالت مصادر إن لغما حوثيا انفجر في حي الجعبل بمديرية الحوك في مدينة الحديدة ما أدى إلى مقتل مدني وطفلين اثنين وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي مؤخرا إن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي على طول الساحل الغربي يشكل تهديدا مستمرا للسكان المدنيين ناقشت السلطة المحلية في محافظة الحديدة مع الأمم المتحدة إقامة مخيم جديد للنازحين في مدينة الخوخة مركز المحافظة المؤقت وقال وكيل أول المحافظة والد القديمي إنه أجرى يوم أمس مع ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منسقي الكتل نقاشا حول إقامة مخيم لنازحي الحيمة الساحلية قال المركز الأمريكي للعدالة إنه حصل على معلومات حديثة عن استحداث الميليشيا لكشف يشمل ثمانية آلاف من منتسب وزارة الداخلية وذيوان عام الوزارة وأقادت الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية لإحالتهم إلى التقاعد العسك القسري قريبا وإحلال أفراد من أتباع وأنصار الجماعة بدلا عنهم وأدان المركز الأمريكي في بيان عمليات الإحلال التي تقوم بها ميليشيا الحوثي لعناصرها بدلا عن ضباط وأفراد المؤسسات والأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها وتحويل تلك المؤسسات إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروع الجماعة ويفرغ المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية وخدمة المجتمع تحت هاشتاغ شتاء صنعاء انطلقت مساء اليوم حملة إلكترونية مصاحبة لمعرض الصور الذي ينظمه مركز العاصمة الإعلامي لتسليط الضوء على جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق أبناء العاصمة صنعاء خلال السنوات الماضية كما يكشف المعرض عن عملية التغيير الديمغرافي وتجريف وتمسي الهوية اليمنية الممنهجة وتشويه الآثار والمعالم الوطنية والجمهورية في العاصمة قتل مدني واصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأتان في اشتباكات مسلحة اندلعت عقب حملة حوثية على أسرة آل ناقوس في مدينة ردع بمحافظة البيضاء وقالت مصادر محلية للمصدر أولاين إن حملة عسكرية حوثية يقودها المشرف في الجماعة المدعو أبو حسين الهرمان هاجمت منازل أسرة آل ناقوس في حي الحفرة وسط مدينة ردع ما دفع أفراد الأسرة للتصدي للحملة لتندلع مواجهات عنيفة بين الطرفين استمرت لساعات طويلة جددت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا إدانتها واستنكارها الشديدين للتجاهل المستمر لقضية المعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا منذ السنوات وعدم الكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان صادر عن وقفتها الاحتجاجية أمام مكتب الصليب الأحمر في العاصمة المؤقتة عدن إنها وثقت وجود تسعة وخمسين مخفيا قسرا تعدت فترة احتجازهم سنوات دون أي معلومات تذكر عنهم وعن وضعهم الصحي قالت السفارة اليمنية في ألمانيا إن ثلاثة يمنيين توفوا أثناء محاولتهم العبور من ببلوراسيا إلى بولندا في مشوار البحث عن اللجوء في قارة أوروبا ولم تذكر السفارة أسماء الضحايا الذين قالت إنهم غادروا بلادهم هربا من جرائم الحوثي وتدهور الأوضاع الإنسانية تسلم مركز الغسير الكلوي بمدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة أجهزة ومعدات وأدوية المختبر المجاني بدعم وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ضمن جهودها في دعم القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأوضح مدير المركز خالد سعيد بن عطية بأنه تم استلام المعدات والأجهزة الخاصة بالمختبر وسيتم الافتتاح الرسمي بعد الانتهاء من أعمال تركيبها مشيرا إلى أن المختبر سيجري كافة الفحوصات الطبية للمرضى مجانا أقامت مؤسسة فينا خير دورة تدريبية حول السلامة المنزلية لخمسين مشاركة من فتيات ونساء مديرية الغيظة وأكد مدير عام مديرية الغيظة سالم عوضة سعدان على أهمية توعية النساء بالسلامة المنزلية وكيفية الحفاظ على سلامة المنزل من الحرائق ومسبباته دشنا مدير عام مديرية حورة ووادي العين سالم صالح بن عبادين اليوم ضخ مياه الشرب لمشروع منطقة شعران بمنظومة الطاقة الشمسية بتمويل من شركة بيترو مسيلة ويأتي تنفيذ المشروع في سياق مشاريع التنمية المستدامة المدرجة في برامج المسئولية الاجتماعية لدى شركة بيترو مسيلة ويستفيد من المشروع ما يربو على سبعة آلاف نسمة في منطقة شعران والمناطق المجاورة لها ناقش أبناء حي الضبوعة في تعز أوضاع الحي ومتطلبات الحي من الخدمات الأساسية ووقف أبناء الحي في الاجتماع الذي عقده مركز الضبوعة الاجتماعي بحضور عدد من القيادات الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة على عدد من الاشكاليات التي تواجه أبناء الحي وفي مقدمتهم ترد الخدمات الأساسية وطفح مياه الصرف الصحي هذا اللقاء الموسع هو آخر نشاط من انشطة مشروع معا لحي صحي وآمن والهدف منه ربط السلطة المحلية بالوقاهات والعقال لمتابعة مشروع معا لحي صحي وآمن وأيضا نجعل المواطنين والعقال يرفعون قضيتهم للسلطة المحلية وإدارة مشروع المياه والصرف الصحي دقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة